دعنا أبدأ بميسي كابتن ميسي ازاي؟ الله يخليك الله يسألوا يعني السعادية بوجودك معرف مصر الله يخليك أنا أسعد الله يخليك أنا أسعد أنا مصري ومن مصر من هنا اكتشفت الشبهت ازاي؟ في البداية أحب أعرف طبعا نفسي أنا إسلام محمد إبراهيم بطاح من قارة القافر الأديم مركز بالبيت محافظة الشرعية أهل المصار في البداية طبعا كان أكثر من واحد من صحابي كان بقولوا يا أسلام أنت فيك شبه من ميسي وأعمل فيديوهيات ونزلها على مواقع السوشال ميديا وكده طبعا أنا ما كانتش رأيها هذه الصورة قدام حضراتكم طبعا حاجة يعني يمكن شوية بس يعني الصورة ظلمة بس على الحقيقة سبحان الله يعني سبحان الله تفضل طبعا أنا ما كنت تشتغل بالبالب كان الشغل عندي واخد كل وقتي الشغل بالنسبة لي كان واخد كل وقت أنا طبعا بشتغل في مجال الدهانات والدكارات فشغل أنا كنت بوصر في السوشال ميديا أن هي بتضيع الوقت يعني كويس ما انتبهتش له اه ما كنتش منتبه للموضوع ده طبعا لما ربنا قرمني واشتغلت عند واحد صديق اللي اسمه مهندس اسلام هاشم اشتغلت عنده في البيت فقال لي أصر أن أنا أعمل معاه فيديو أصر أن اشتغلت عنده أسبوع طول الأسبوع ده يقول لي يا اسلام يعني طول الفترة اللي أنا شغال عنده كل يوم يقول لي اسلام هنصور فيديو كل يوم يا اسلام دي صورتك يا اسلام اه والله أنا كنت فكرة صورة ميسي متصار في مدرسة هنا في مصر الصورة دي طبعا لقيت دعوة من السيد محمد السيد وسيارة المستشارة هاب جودة طبعا ده مدير دار أطفال بالاماوة رئيس مجلسة دارة أطفال بالاماوة ودار بسمة للإيواء في الزأزيق روحت للأولاد اه طبعا روحت اليوم وكان يوم جميل جدا طبعا اتفاجئوا بالشهر اه طبعا كانوا مبسونا جدا اتفاجئوا إنك ميسي حاجة سبحان الخلائق بعت صورتك لميسي او لا مشقير تبعهم لم تعرفتك روحت الصفحة بتاعتو؟ لا لا مشقير تبعهم